بعد الخبر يمكن الصادم دوت خلينا نتكلم على كذا جزئية هيأثر ازاي على برشلونة نتكلم على أتركتب انت عارب برشلونة اسم كبير لكن وجود ميسي جوه برشلونة أتركتب لبعض اللعيبة انه يقول لك اه هروح ألعب جنب ميسي عدم وجود ميسي هل يأثر على الترانسفير ماركت بالنسبة او التخطيط او البلانينج بتاع الترانسفير ماركت بالنسبة لبرشلونة بكل تأكيد اكيد طبعا بيأثر بشكل كبير لان خلاص لحد اللحظة الاخيرة ميسي متواجد مع برشلونة فتغيير الرأي او القرار في السواني الاخيرة مصدم طبعا بيأثر بشكل كبير على ربما يعيد الادارة البارسة سريعا تفكرها من وجهة نظري اعتقد حيكون الامر صعب محتاج بعض الوقت ان هو يفكره ازاي نحضر ازاي نعيد اوراقنا او خططنا من اجل استخدام لعب ولازم يفكره كمان مفيش طبعا هيعود غياب ميسي لكن لازم كمان هيفكره غياب ميسي هيأثر فنيا واده طبعا شغل المدير الفني مع مدير النادي ازاي نقدر نعود غياب ميسي بلاعب مميز جدا طيب تاني السؤال اللي يعني انت تكلمت على فيه ناديين ثلاثة ممكن ميسي ينتقل لهم بتتكلم على المانستي وبتتكلم على ال بي اس جي هل من المتوقع ان كمان انت عارف ان بي كان طبعا عنده نادي في امريكا هل تكون ممكن علامة استفام هل يكون الوجهة القادمة هو الدور الامريكي وجود ميسي في الدور الامريكي وخاصة ان ممكن يكون العائد المالي على مستوى سنين كبيرة يعني ممكن جدا يعمله معاعد المدة خمس سنين بلاس خمس سنين يكون متواجد او يكون شير مع هذا النادي هل انت شايف ان ممكن كمان دي تكون خطوة ميسي القادمة هو الدور الامريكي بكل تأكيد انا شايف ان ممكن يكون ده خطوة نافذة قد ينطلق من خلالها ميسي بيضمن بها ان هو فيه تعويض مالي كبير ان هو يقدر يعيش زي ما حدثتك قلت خمس سنين في خمس سنين قد يكون الدور الامريكي بيكم بالتحديد هم من الفريق اللي يقدر ان هو يمول الصفقة ديت ويكسب ميسي بالنسبة على المان سيتي او البي اس جي اللي اعتقد من وجهة نظري ان هناك حتى بعد القرار دوت هيكون فيه تفكير بشكل كبير لان الموضوع مش في الانتقالات وحاضطك يعني يعني عارف ده تماما ان الموضوع او اللعب دلوقتي مش بالاسماء مش بالاسماء كبيرة قد يكون ميسي اسم كبير اسطورة ولكن لا يتماشى مع فكر المدرب معين مع فريق معين